نعم اليوم كان هناك ضغوط كبيرة من قبل عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة بدأت منذ صباح اليوم بعد الدخول البري بعد السماع طبعا ليلة أمس عن الدخول البري الإسرائيلي إلى القطاع وبالتالي كان هناك تخوف لدى هذه العائلات من مصير أبنائها واليوم كان هناك مظاهرات في أكثر من موقع منها أيضا مقابل الكريا وهي مقر وزارة الأمن في إسرائيل في تل أبيب كانوا قد قطعوا الشوارع إلى هناك وطالبوا منذ صباح هذا اليوم بإقامة لقاء مستعجل مع نتنياهو ومع وزير الأمن جالانت نتنياهو كان قد استجاب مباشرة وخلال نصف ساعة التقى عائلات الأسرة أو ممثلين من عائلات الأسرة وكان قد قال بأن هذه العملية البرية أو التوقل البري المحدود الذي شهدناه مساء أمس هو في صالح إعادة المحتجزين الإسرائيليين قال بأنه كلما مارسنا ضغوطا أكبر على حماس ضغوط بمفهوم عمليات حربية أوسع وأقوى وكثيفة أكثر هذا يزيد من فرص إعادة المحتجزين وكان قد قال بأن إعادة المحتجزين هي إحدى أهداف هذه الحرب عائلات الأسرة بشكل ربما غير متوقع لمن يعرف المجتمع الإسرائيلي كانوا قد طالبوا في مظاهرتين بالتوازي وقيمتا في تل أبيب وفي مدينة حيفا طالبتا بتحرير كل الأسرة الفلسطينيين مقابل استعادة كل المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مدى الاستجابة يعني لو سألتني بتقديري لا أعتقد بأن هذا أمر ستكون إسرائيل مستعدة له ولو كانت مستعدة ربما كان يمكن إنجاز هذه الصفقة مبكرا بالنسبة لإسرائيل برؤيتها ما فعله حماس العملية عملية طفان الأقصى في 7 أكتوبر هي إهانة لإسرائيل هي هدم قوة الردع الإسرائيلية وبالتالي إسرائيل من وجهة نظرها لا يوجد لديها خيار إلا أن تدخل إلى قطاع غزة وتحاول تدمير أكثر ما يمكن من القدرات العسكرية لحماس اليوم في حديث نتنياهو في الخطاب الذي ألقاه في المؤتمر الصحفي وهو مؤتمر هام خاصة وأننا لا أذكر في الحقيقة ومتى كانت المرة الأخيرة التي أقام فيها نتنياهو مؤتمر صحفي وسمح بأسئلة للصحفيين هذا يعتبر أمر نادر جدا وهو منذ عام 2009 في الحكم تقريبا بشكل متواصل هذه حكومته السادسة قال هذه المرة خلافا لخطاباته السابقة قال اليوم بأن الهدف الأساسي هو حسم هذه المعركة الانتصار فيها وتدمير القوة العسكرية لحركة حماس هناك من يقول بأن ثم تتناقض ما بين الهدفين الرئيسيين وهما تدمير قوة حماس والحفاظ على حياة المحتجزين لإسرائيليين واستعادتهم ولكن سمعنا من نتنياهو ومن جانتس ومن جلانت أيضا في المؤتمر الصحفي بأنهم يقدرون بأنه كلما زاد الضغط على حماس كلما كان هناك فرص وفعلا هذه الأبارة التي كانت قسم المشتركا بين جانتس ونتنياهو إيمان نعم صحيح نعم لا أعلم إن كان هذا الأمر يقال فقط من أجل إسكات هؤلاء العائلات أم أن هناك بالفعل جزء من أهداف هذا السوق الألبري هو عمليا ممارسة ضغوط أكثر على حماس من أجل تخفيض صقف شروطه